الزمالكة الآن أموره الإدارية تتحسن الأمور الفنية تتحسن أموره على مستوى اللاعبين أيضا تتحسن لو لك نصيحة كونك عملت في نادي الزمالك وعملت كمان مع جماهير نادي الزمالك العظيمة للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك جوزي جوميز تنصحه بإيه في التعامل مع نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك أولاً أنا لم أبارك لجوميز هو مدير فني رائع أنا لعبت أمامه كثيراً في السعودية أنا سعيد لأن الزمالك استطاع أن يحظى بمدير فني مثله هو لديه المعرفة الكافية ليعرف كيف يتعامل مع فريق كبير كالزمالك بالطبع قبل الزمالك ليس من الضروري أن أشرح حجم النادي الزمالك ونادي كبير النادي كان لديه لحظات عظيمة وأيضاً لحظات صعبة كما ذكرت ولكنه نادي كبير ولديه جيش من المشجعين الزمالك يستطيع التعامل مع كل المواقف ولكن وهذه المواقف الصعبة التي ذكرت هي التي جعلت من الزمالك نادي قوي